لا أنا في الحقيقة هنا أأخذ موقف معارض لأن طبعا هناك إدراك في أمريكا وفي حلف نيتو ومن قبل الدول الكبرى وبالذات روسيا لأن طبعا روسيا موجودة عسكريا وسياسيا وأمنيا في سوريا بحجم كبير جدا جدا ولفترة طويلة كلهم يتفاهموا طبيعة وضرورة سرية التقارير والعملات العسكرية كمان المشهد الأمني في كل أنحاء الوطن العربي أيضا يفرد عوامل الكتمان يعني مثلا هناك تنظيمات جهادية في شبه جزيرة سيناء والجيش المصري بيقاومها بشراسة لكن المواطن العادي في مصر لا يعرف إلا مثلا 5% من تفاصيل تلك المعارك هناك أيضا ميليشيات مسلحة ومرتزقة أجانب في ليبيا لكن لا نعرف الكثير حتى من بين المتخصصين والخبراء العسكريين والأمنيين والاستراتيجيين لا نعرف تفاصيل كثيرة جدا عن الحرب الأهلية في ليبيا نفس الأمر فيما تعلق أيضا بالجماعات المسلحة ما بين الأكراد وداخل المناطق اللي فيها أغلبية سكانية كردية لا نعرف الكثير عن تفاصيلها فهناك عزر يقدم للعراق من قبل أطراف عدة بأن السرية ضرورة بل بالعكس أن التحدث كثيرا قد يكون دار بالأمن القوم الإرائي